رفتكم بلا الاولى دي كده سيد احمد داخل بالقنابل بتاعته لجنة الحكام حتى هزي اللحظة كل يوم باسمع 100 اسم هيشتغلوا مع كلاتنبرج ومش 100 اسم يعني من نور 5 عشان ما افورش يعني اه كابتن سامر عثمان كابتن جايد جريشا كابتن ياسر عبدالروف كابتن يدر بلتاق يعني دي الاسماء اللي مرشحة تشتغل مع الكابتن او مع مارك كلاتنبرج الحل الوقت اولا ما عرفش هيشتغلوا ايه واحد يعني هيبقى الطايتل بتاعهم ايه او المسمى الوزيفي بتاعهم ايه ومعرفش مين برضو اللي هيجي مع كلاتنبرج ليه المواضيع دي معلقة اه معلقة اعتقد بنسبة كبيرة جدا جدا الاتجاية داخل التحقورة الاقرب حتى هزي اللحظة للكابتن سامير محمود واصمان عنده خبرات كبيرة جدا في اسماء فعلا ترشحت واتكلمه بشكل عام يشتغل ايه بقى الكابتن سامير واصمان ده بقى المسمى الوزيفي اللي هيحصل الفترة اللي جاي يعني الاختلاف على الاسم يكون ده مدير للجنة وده رئيس للجنة مش هتخيل اول ناحية يتواحد يتولى النواحي الفنية واحد يتولى النواحي الادارية يعني المسمى مش هتخيل فعلي واعتقد الكابتن سامير واصمان الفترة الاخيرة دي الرجل كان الاول معترض ان هو يتواجد او كان له ملاحظات ان هو بس عاوز يعرف اختصاصاته ايه يعني موجود رئيس لجنة موجود كلاتن برج اسم كبير طبعا ولكن الرجل عاوز يعرف اختصاصه ايه هيبقى له اختصاص كبيرة جدا ولا الموضوع يبقى ما حدود بالنسبة له هو كان حاكم دولي كبير وكان طبعا رئيس للجنة ورجل تواجد وعنده خبرات كبيرة جدا انت لو حجبني مع مدير فني اجنابي كمدرب عام فيبقى له اختصاصات بشبعات عالدكة صحيح وحاكم اسمه اسم كبير الكابتن سامير فعاوز يكون اضافة ما يكونش على على اللجنة والحكام وبالتالي الاسم لسه ما فوضوش بشكل رسمي حتى هذه اللحظة دي مقرد اسماء وهيبدأ تشكيل اللجنة دلوقتي اتحاد القرى يعني بيحط اسماء اللي ممكن تبقى موجودة معاه فيه كابتن توفيق السيد مرشح ان يكون موجود في اللجنة فيه كلام على كابتن عزب حجاج النورة يرجع تاني السكرتير العام للجنة كابتن محمد فاروق موجود في اللجنة ويستمر بشكل كبير جدا فيه تامير دوري برضو نفس الحكاية موجود ففيه اسماء كتيرة جدا خلال الفترة جدا ولكن حتى هذه اللحظة اعتقد الكابتن سامير عثمان هو الاقرب للتواجد والرجل يعني انا كان فيه اتصال تليفون النهاردة كابتن سيد مراد اوه كابتن سيد مراد